السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة زاد المعرفة السليمة حياكم الله في هذا الفيديو هذا غنطرق الكلمات المفتاحية سواء الكلمات المفتاحية بالنسبة للقناة سواء الكلمات المفتاحية بالنسبة للفيديوهات كما كتعرفوا بأن الكلمات المفتاحية هي اللي كتخلي الفيديوهات ديالكم تبان على محرك البحث أول حاجة غنبدأوا بالكلمات المفتاحية ديال القناة الاخوان اللي كيتبعونا يعني من الهاتف كيمشيوا لجوجل كروم ويكتبوا ستوديو يوتيوب ويديروا عرض سطح المكتب باش يوصلوا لنفس لباج ولا نفس الصفحة ولا نفس الواجهة اللي احنا عليها دبا حاليا كندخل يعني كنكليكيو على الرمز ديال القناة وكندخلوا ستوديو يوتيوب بعد ما كنتحولوا على ستوديو يوتيوب كنمشيوا والاسفل عدنا يعني هنا في الاسفل فين كين عدنا الاعدادات كندغطوا عليها وهنا كتحولنا يعني كما كتشوفوا كندغطوا على القناة وكتعطينا الكلمات الرئيسية هذه هي الكلمات المفتاحية للقناة كل واحد يعني كيستعمل حساب على حساب المحتوى ديال القناة دياله كيستعمل الكلمات المفتاحية اللي كتوافق يعني المحتوى ديال القناة دياله على سبيل المثال تعليم سياحة صناعة أنا على حساب القناة ديالي يعني الفيديوهات اللي كنرفع لها المحتويات للمحتوى ديال الفيديوهات ديالي كين هنا وكنضيف الاسم ديال القناة ديالي في النهاية يعني كندير مزموعة دي الكلمات المفتاحية اللي كتخلي محرك البحث يعثر على القناة ديالي هذي بالنسبة للقناة كنخرج مهنا يعني إغلاق كنرجع وكنمشي دبا الكلمات المفتاحية ديال الفيديوهات بالنسبة للفيديوهات يعني كنمشي هنا المحتوى كيف ما قد لكم دائما غي كنرفعو شي فيديو على القناة ديالنا كنرفعوه بشكل يعني خاص ولا غير مدرش وبعد ذلك يعني كنمشيو الستوديو يوتيوب يعني من هنا كما كتشوفو كيبال لكم هذ القالم إلا كليكيت على هذ القالم هذا كيعطيك أن ضيف له الصورة المسغرة من هنا ضيف له الواصف لما كنتيش وصفتي يعني درتي الواصف كتضيف له من هنا وكتنزل الأسفل وهنا كتلقى العلامات هنا فين كنديرو الكلمات المفتاحية لاحظوا معايا جيدا والكلمات المفتاحية يعني ككل عدد دياله مخصوش يتجاوز 500 حرف لاحظوا معايا هنا في الأسفل 500 حرف بعدما كنديرولو الكلمات المفتاحية يعني كنطلعو الأعلى وكنديرو هنا يا حفظ ولكن لأساسي في هذا الفيديو هذا منين غادي نجيبو الكلمات المفتاحية كما قلت الكلمات المفتاحية ديال القناة يعني كنختاروهم على الحساب يعني المحتوى ديال القناة ديالنا بالنسبة الفيديو ديالنا منين غا نجيبو له الكلمات المفتاحية هنا كنمشيو لجوجل كروم ولا كنمشيو المحرك لبحث جوجل وهنا أول موقع غادي نشاركو معاكم هاد الموقع ديال رابي الطاكس وهدا أحسن يعني أحسن موقع للكلمات المفتاحية كنمشيول هنا كنكليكيو على يوتوب طاكس جينيراتور وقد تفتح لكم هاد الواجهة هادية لاحظوا معايا جيدا غا نكليكيو هنا يا نفترض بأن الفيديو ديالنا هو طاكس جين السمك كنكتبو نبدل اللغة باش نكتب اللغة العربية كنكتبو يعني هنا يا طاكس جين السمك طاكس جين السمك هنا وكنديرو هنا يا البحث وهنا أعطانا الكلمات المفتاحية كاملة كنديرولا هنا من الأسفل كوبي الإشارة يعني غي كنحسبو الحروف ديال هاد الكلمات المفتاحية لقوا تقريبا 500 ولا يعني ما يقارب يعني هاد العدد هذا كنديرولا كوبي كنمشو الفيديو ديالنا كنهبطو الأسفل كندغطو هنا نفترض بأن هذه الكلمات اللي عندي هنا ما كيناش وكنديرولا لسق لاحظو هنا يا غا تعطيني علامة حمراء لإنك ما قلت لكم أنا من قبل عندي الكلمات المفتاحية الفيديو ديالي وبتلغي دوتك الكلمات المفتاحية الأخرى عطتني العدد جيد مرتفع في اللحظة اللي كنديرو يعني الكلمات هنا كنديرولا لسق كتب للكم علامة الزرقة هنا على حفظ كنديرو حفظ أنا غندير تراجع عن تغييرات لإن الفيديو ديالي ديجا عنده يعني الكلمات المفتاحية دياله هذا الموقع اللي أول كما قلت لكم هو ربي الطاكس بالنسبة لربي الطاكس هو كيعطيك يعني الكلمات المفتاحية باللغة العربية لكل الدول العربية ولكن تلك كانت عندك يعني القناة ديالك الأغلبية ديال الناس فيها يعني من بلد معين على سبيل المثال المغرب ولا مصر ولا العربية السعودية ولا الهند ولا العراق ولا دولة معينة هنا غنمشيوا الموقع واحد آخر اللي كيعطينا يعني كلمة مفتاحية اللي مرتبطة دولة بدولة دائما كنقول لكم الإخوان اللي كيدخلوا من الهاتف يعني كيمشوا جوجل كروم كيديرو يعني استوديو يوتيوب وكيديرو عرض سطح المكتب وإلا كنعرض يعني سطح المكتب ما كيبغيش تفتح لهم يعني ولا كيعطيهم الواجهة اللي ما كيعطيهمش الواجهة اللي عندنا يعني احنا في البيسي كيحولهم مباشرة على التطبيق اللي عندهم على الهاتف ولا التطبيق يعني المختصر إغريغطي استوديو في هاد الحالة هادية خاصة ما يحيدوا التطبيق يعني يحيدوا التطبيق ويدخلوا مباشرة من جوجل كروم بلا ما يحولهم يعني على على تطبيق ويديروا دائما عرض سطح المكتب وعدنا فيديو يعني وصفنا به طريقة كيفاش ممكن أنك يعني تدخل من جوجل كروم على استوديو يوتيوب ودير عرض سطح المكتب وتعطيك الواجهة اللي عندنا احنا هنا هنا دبا غادي ننتقلو يعني لجوجل وغادي نشوفو موقع واحد اخر اللي كي يعطينا كلمة مكتحية مرتبطة يعني بالدولة اللي غادي تختار نتا وهاد الموقع هادا هو كاي وورد طول كاي وورد طول هم ضغطوا عليه هو هادا اللي كي يبنى كاي وورد طول لاحظوا معايا هنكليكيو عليه انا بما انني يعني دائما كان ستعملو هنا كيعطيني مباشرة كيعطيني في يعني في هادا بلاسة ديال الختيار الدولة واللغة كيعطيني مركو يعني بالنسبة لكم انتوما ربما غايعطيكم الولايات المتحدة الامريكية ولا شي دولة وحدة اخرى المهم هتختاروا الدولة ديالكم بالنسبة للمغربة كيختاروا المغرب وبنسبة يعني المصريين كيختاروا الماس في كل دولة كتختار اللغة دياله وكتختار يعني البلد دياله احنا كما كتلاحظوا هنا كين جوجل احنا بغي الكلمات المفتاحية اليوتيوب وبالتالي كتختاروا اليوتيوب هنا كنكتبو يعني العنوان ديال الفيديو ديالنا طاجين السمك وكنديروا بحث لاحظوا معايا دب هنا غايعطيكم كلمة مفتاحية اللي مرتبطة بالدولة ديال المغرب وباللغة العربية لاحظوا معايا طاجين السمك حاليم الفلالي وعلاش غادي تسألوا علاش بلكم يعني طاجين السمك حاليم الفلالي لانها حاليم الفلالي يعني عندها منخارطين بزاف وفتالي في محرك البحث غاكي بغيو يمشوا يقلبوا علاش وصفة كيدخلوا القناة دياله مباشرة ما كيديروش يعني قنوات واحدة اخرى وبتالي كيدضيفوا الاسم دياله للعنوان دياله ديال الوصفة اللي كيقلبوا علها باش كيدخلوا مباشرة القناة دياله انتموا يعني ما غاديروش هادي اديرو طاجين السمك بالخضار غاديرو طاجين دو بوصون طاجين سمك بالخضار و الزيتون بطريقة مبسطة مهم غا تختاروا الكلمات المفتاحية اللي مرتبطة بالوصفة ديالكم هنا هنا نفتريد يعني نديرو هذه نديرو هذه نختاروا يعني مجموعة ديال كلمات المفتاحية على سبيل المثال للحصر هنا نختاروا هاديك وكنديرو معنا copy يعني copy clipboard احنا دابل كلمات المفتاحية ديانا تكوب باتش ولا تم النسخة ديانا كان مشو الفيديو ديانا نفس الطريقة كان كليكو هنايا وكان ديرو لسق هنا نفس العملية غادت تعطيني 644 لانا انا من قبل عندي الكلمات المفتاحية دياني غنطلع الاعلى بعد ما كان نكون حفظ دير تلك السقط يعني درت لسق دير الكلمات المفتاحية دياني وكان دير هنا يا حفظ اللي غتب لكم تما باللول الازرق نا غندير تراجع عن هاد الكلمات المفتاحية كما كتشوفوا يعني هاد الموقع هادا يعطيكم الكلمات المفتاحية اللي ما رتغطة يعني بالبلد ديانكم ولا بالجمهور ديانكم ولا يعني المشتركين ديانكم منخريطين ديانكم في القناة بالنسبة العنوان لانا قبل ما تمشيوا يعني كما قلنا طاجين السمك قبل ما تمشيوا يعني تقلبوا العنوان ديالفيديو تقلبوا على الكلمات المفتاحية كتقلبوا على العنوان ديالفيديو عنوان ديالفيديو كتمشيوا هنا لجوجل نافتاريد يعني انتو مدرتو وصفة معينة نافتاريد نبدلو يعني طاجين السمك نديرو كيفية عمل بيتزا ولا ولا كيفية تحضير على سبيل المثال لانا هذا العنوان هذا مشيب الضروري غايكون هو العنوان تحضير البيصارة بيصارة ولا تبيتزا ولا اي حاجة احنا كيفية تحضير البيصارة تخلينا هذا العنوان هذا هنا دا باك نقلب عن عنوان اللي غندير الفيديو ديالي كيف ماشتوا يعني طريقة تحضير البصارة طريقة تحضير البصارة على الطريقة المغربية انا ندرت كيفية تحضير البصارة يعني هو عنوان غير صائب لاحظوا معي طريقة تحضير البصارة بالفول بجموعة دي العنوى غادها بطل أسفل غادها بطل أسفل البيضاء البصار الشمالية فوائد البصارة الفول طريقة تحضير البصارة المغربية بالجلبانة ولا أنتم غادت تعملوا طريقة تحضير البصارة المغربية بالفول لاحظوا معي يعني العنوان دي يكم كتختاروه انطلاقا من هاد الجومال هادية هادية يعني باش تختارو وحدي العنوان ما يجيك تجي و تديره عنوان يعني معين بل على العكس يعني كاتم مشيو تكتبوه في مهركن البحث وحدي العنوان يعني ما غاديش تاخدوه يكون يعني عي عنوان دياز واصخ كيف ما احنا درنا كيفية تحضير البصارة ولكن فالله ذا الذي درنا كيفية تحضير البصارة معطاتناش العنوان ديازنا ولكن أعطتنا طريقة تحضير البصارة حيث الفول بسيط و سريع روعة في الماذاق يعني كنتعطيكم جمعة دي العنوين أنتم ما كتختاروا منها عنوان معين وهذا كل عنوان اللي كتختاره هو اللي كتديره يعني في هذا المواقع عادي باش كتشوفوا الكلمات المفتاحية يعني كان هذا هو يعني المواقع دينا اللي كنختاره من الكلمات المفتاحية وشوفنا يعني كيفاش كنديروا الكلمات المفتاحية على القناة وعلى الفيديوهات دي عندوا شي سؤال على الكلمات المفتاحية يخلينا في تعليقات يخلينا على الحساب دينا في الانستغرام ولا يخلينا في الفايسبوك دائما سوى الانستغرام سوى الفايسبوك الاسم هو زاد المعرفة السليمة لا أعجبكم الفيديو خليونا تعليقات خليونا اللايكات شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله